يواجه الجيش الأمريكي بيئة تجنيد هي الأكثر تحديا منذ سنوات طويلة وباعتراف كبار المسؤولين في البنتاجون يتبين أنها معضلة لا يمكن حلها بين عشية وضحاها وقدر مسؤول الجيش في لجنة القوات المسلحة بمجلس النواب أن عدد الجنود سيكون أقل بنحو عشرة ألاف جندي من حجم القوة المخططة لها في هذه السنة المالية بالتوازي يرى تقرير لمجلة ستارز أن سترايبز المتخصصة في الشؤون العسكرية أن الاتجاهات الحالية في مستوى التجنيد مقلقة جدا وفيما يسعى البنتاجون لجعل أعداد قوة الخدمة الفعلية في الجيش مليون وثلاثمائة ألف عسكري هناك عجز سنوي بنحو ستين في المائة أقل من المطلوب ويعز التقرير النقص الحاد في أعداد القوات إلى عدم رهبة غالبية الشبان في أداء الخدمة العسكرية فيما تكمن المشكلة الأكبر في ارتفاع معدلات البدانة وطعات المخدرات في المحصلة تبلغ نسبة الراغبين في أداء الخدمة تسعة في المائة فقط وهو أدنى مستوى للمجندين منذ عام 2007 خلال ذروة غزم العراق وهنا تطرح تساؤلات كثيرة عن ضرورة خفض المعايير لتلبية القوة النهائية أم تقليص عديد هذه القوة للحفاظ على احترافية عالية الجودة الجودة أهم من الكمية ليست الإجابة الصحيحة فقد أورد التقرير أن من مقترحات الحلول تخفيف معايير اللياقة البدنية أو تسهيل حصول المجندين على إعفاءات منطعات المخدرات ما يمثل مخاطرة بتقويد الاستعداد والانضباط وبالتالي بتقليل الكفاءة العامة للجيش ولا أحد يجادل في أن أزمة نقص المجندين هي الأحدث في سلسلة انتكاسات أصابت الجيش الأمريكي على مدى سنوات من الحروب التي خاضها وخصوصا في العراق وأفغانستان ولم تتردت صحيفة The American Conservative في إرجاع الأمر إلى ما يشهده الجيش الأمريكي من ثورة ثقافية في السنوات الأخيرة وتحدثه بلغة اليسار وتتوقع أن تواجه قيادته العليا خيارات صعبة إما خفض عديد القوات أو التحول إلى التجنيد الإجباري